موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة والبداية بالعناوين صحيفة العربي الجديد اللندنية هزات كاركوك تضرب البيت الكردي العراقي صحيفة النهار اللبنانية كارثة ومليون إصابة بالكوليرا قريبا اليمن ينازع وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية ترامب وفن الصفقة الإيرانية النووية من المقالات غزال البرلمان وأرنب الشعب لعدنان حسين في المدى العراقية المصالحة الفلسطينية بالعين الإسرائيلية لعلي بدوان في الوطن العمانية فاصل قصير نتابع بعده التفاصيل موسيقى البداية من صحيفة العربي الجديد اللندنية التي عنونت هزات كاركوك تضرب البيت الكردي العراقي تقول الصحيفة تزايدت الدعوات لمحاكمة المتورطين بالاتفاق مع رئيس فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وبغداد في سحب البشمرقة من محيط المدينة وبين دعوات إقالة مسعود البرزاني من رئاسة الأقليم وتشكيل حكومة إنقاذ للتفاوض مع بغداد ويقول القيادي البارز في الحزب الديمقراطي النائب شاخوان عبدالله للعربي الجديد إن دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وما إلى ذلك من تنحي رئيس الإقليم وحل المؤسسات الحكومية وغيرها سنوافق عليها مقابل إحالة الخونة إلى محكمة عليا لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى وهم كل من جلس مع سليماني ووقع على ملح كاركوك وبايع دماء البشمرقة وتسببي بهذه الكارثة ويقول الخبير بشأن العراقي لقاء مكي إن الأزمة الحالية سيتم استيعابها بالتأكيد ولا يمكن القول أبدا إن هناك تغييرا سياسيا جذريا قد يزيح البرزاني من السلطة ونطالع في صحيفة النهار اللبنانية كارثة ومليون إصابة بالكوليرا قريبا اليمن ينازع فآخر أخبار اليمن مزعجة للغاية الوضع الإنساني كارثي على ما تجمع عليه المعطيات الدولية وأكثر من 800 ألف إصابة بالكوليرا وأكثر من وفاة خلال أشهر قليلة والتوقعات أن يصل عدد الإصابات إلى المليون في نهاية هذه السنة ما يشكل أسوأ أزمة صحية لمرض يمكن الوقاية منه في العصر الحديث ويقول رالف الحاج المتحدث الرسمي والإقليمي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصحيفة النهار اللبنانية هذه الحالة غير المسبوقة من صنع الإنسان تماما والأزمة لا تزال للأسف مستمرة وبدون هوادة ونقلت صحيفة الوطن العمانية عن اليونيسيف قولها أطفال اللاجئين الروهينجا في حالة بائسة حيث تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إن قرابة 340 ألف طفل من الروهينجا يعيشون في ظل أوضاع قذرة في مخيمات داخل بنجلاديش ويفتقرون إلى ما يكفي من الطعام والماء النظيف والرعاية الصحية وأضافت المنظمة في تقرير بعنوان منبوذون وبائسون إنما يصل إلى 12 ألف طفل آخرين ينضمون إلى هؤلاء الأطفال أسبوعيا هربا من العنف أو الجوع وتشير التقديرات إلى أن واحدا من بين كل خمسة أطفال من الروهينجا تحت سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد ومن عنوين صحيفة البيان الإماراتية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عملية معقدة جاء في الخبر تزداد التساؤلات والغموض حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ مطالبة بريطانيا رسميا بالخروج وما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم وجود سابقة مماثلة في تاريخ الاتحاد الأوروبي وخوف بعض الدول الكتلة الأوروبية من مطالبة دول أخرى بالانسحاب وهناك تصريحات مختلفة من الجانبين الأوروبي والبريطاني حول التقدم في المفاوضات بين الجانبين وإمكانية التوصل لاتفاق حول قضايا الخلاف وهناك من يرى أن وزير الخزان البريطاني فليب هاموند يضعف الموقف البريطاني في المفاوضات بسبب تصريحاته بعدم تخصيص أموال في حال عدم التوصل لاتفاق بين الجانبين البريطاني والأوروبي وتشاؤمه حول مستقبل الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وفي تقرير لصحيفة الغد الأردنية ترامب وفن الصفقة الإيرانية النووية يقول التقرير بينما لم يسحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة فإنه أكد على الحق في القيام بذلك وحذر من أنه سيقبل على اتخاذ هذه الخطوة إذا امتنع الكونغرس الأمريكي عن إجراء تعديلات على الاتفاقية وعلى رأس قائمة التعديلات التي يريد ترامب من الكونغرس معالجتها موضوع أحكام غروب الشمس في الصفقة وترفع هذه الأحكام قيودا معينة كانت قد وضعت على إيران بين 10 إلى 15 عاما بعد أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في كانون الثاني يناير من عام 2016 وسيكون من المحظور على إيران تطوير السلاح النووي ومن الممكن إخضاعها إلى عمليات التفتيش المباغتة ويرى مراقبون أن المجتمع الدولي يريد التعامل مع وقائع أخرى من السلوك الإيراني بشكل منفصل ولا يريد إعادة فتح موضوع الصفقة النووية وهذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم إلى زاوية مقالات نقرأ لعدنان حسين في المدى العراقية غزال البرلمان وأرنب الشعب يقول الكاتب من فكت الطبقة السياسية الممسكة بالسلطة وبرقابنا منذ 2003 تتفاخر وتواجه معارضيها بأنها تمثل الشعب لأنها منتخبة منه لكن هذه الطبقة بدلا من أن تتجاوب مع رغائب الشعب وتحقق له تطلعاته تتعامل معه على وفق قاعدة تريد أرنبا خذ أرنبا تريد غزالا خذ أرنبا ونظام المحاصصة مثالا وتشكيل مفوضية الانتخابات مثالا محددا راهنا ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح في شباط من عام 2011 لم يبقى أحد من أفراد هذه الطبقة إلا أكد وأعاد التأكيد أن نظام المحاصصة هو سبب البلايا وبالطبع كلهم كاذبون مع سبق الإصرار والترصد فحساب الحقل لا يطابقه حساب البيدر وكتب علي بدوان في الوطن العمانية المصالحة الفلسطينية بالعين الإسرائيلية يقول بدوان إن لغة الخطاب السياسي الإسرائيلي الرسمي بشأن المصالحة الوطنية الفلسطينية المدعومة بإرادة إقليمية ومناخ دولي تحاول المناورة والالتفافة وتركز على المطالب المتعلقة بشروط الربعية الدولية ويضيف بدوان في مقاله إن مصادر القرار في إسرائيل تعتقد إجمالا وبتفاوت بين أركانها أن اتفاق المصالح الأخير الموقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس جديا أكثر من السابق وسيلامس مجموعة الألغام التي بإمكان كل واحد منهما أن يفجره وهي السيطرة الأمنية في غزة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإعادة عقد البرلمان ودخول حركة حماس لعضوية منظمة التحرير الفلسطينية وكتب مشاري ملفي في صحيفة الجريدة الكويتية تقطيعنا دويلات وأقاليم يقول الكاتب لعل أسوأ السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث في عالمنا العربي والإسلامي هو أن تنشأ دويلات على أساس ديني وطائفي الأمر الذي سيؤدي إلى أشعال حروب وصراعات لا تنتهي وليس هذا بعيدا عن الواقع الذي نعيشه الآن في العراق والذي يستعد لمعركة طاحنة بين القوات الحكومية وقوات إقليم كردستان في ظل اختفاء دور المنظمات الدولية كالأمم المتحدة التي فقدت السيطرة على العالم وفشلت في حل الأزمات التي أكلت الأخضر واليابس في العراق وسوريا واليمني وليبيا مشاهدنا سيكون معنا بعد قليل الدكتور خالد لشنيكات أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية للحديث عن محاور هذه الحلقة أرجو تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدينا إلى الجزء الحواري من أسبوع الصلاة والذي سأرحب فيه بالدكتور خالد شنيكات أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية مرحبا بك دكتور خالد معنا أهلا وسهلا سيد دكتور خالد لو بدأنا من صحيفة العربي الجديد اللندنية التي عنونت هزات كاركوك تضرب البيت الكردي العراقي تنقل الصحيفة عن شاخوان عبد الله القياد البارز في الحزب الديموقراطي قوله إن دعوات تشكيل حكومة إنقاذ وتنحي رئيس الأقليم مسعود البرزاني وحل المؤسسات الحكومية سنوافق عليها حسب قوله مقابل إحالة الخوانة إلى محكمة عليا لمحاكمتهم بتهمة الخيانة وهم كل من جلس مع سليماني ووقع على منح كاركوك وبيع دماء البيشمرقة والتسبب بهذه الكارثة دكتور خالد برأيك هل تتوقع أن يكون هناك تغييرا جذريا في إزاحة البرزاني من السلطة؟ الحقيقة بالنسبة لخسارة كاركوك وهي بيضة القبان بالنسبة لأحلام الأكراد بالدولة تعتبر ضربة قاسمة للأحلام الكردية وهذه الخسارة لمحافظة تعتبر الأساسية ولها أهمية استراتيجية بالإضافة لأهمية اقتصادية ونقصد بوجود النفط في كاركوك هذه الضربة الحقيقة قد تحتد ارتدادات داخل البيت الكردي ولكن هذه الارتدادات مدى عمقها وطبيعتها مرتبط بالعمر الزمني للأزمة في المستقبل القريب حيث فيما إذا كانت ستبقى مواقف إيران كما هي وهي فرض حسار وتجديد الضغط على حكومة كردستان بالإضافة للموقف الكردي وموقف أيضا للحكومة العراقية وكذلك بدأ واضحا أن موقف الحكومة العراقية في موقف قوة والأكراد في موقف ضعف وهذا ما نلمسه في محاولة لتجمية نتائج الاستفتاء كما أظهر أعلن برزاني بالأمس نعم طيب فيما يتعلق بمن تعاون مع سليماني وبغداد في تسليم كركوك كيف سيتم التعامل معهم برأيك؟ أعتقد أن إيران لها علاقات قوية مع كردستان مع المجتمع خاصة منطقة محافظة سليمانية وأيضا مع الحزب الاتحاد الوطني الذي كان يترأسه جلال طالباني وهناك علاقات عسكرية وتعاون وكانت واضحة هذه بأن نظام حكم صدام حسين حيث كانت تستخدمهم إيران الأكراد كورقة للضغط على الحكومة العراقية في بغداد أو عبر الصراع ما بينه داخل الأجنح الكردية في مواجهة برزاني فيما إذا خرج أو أغضب إيران وبالتالي أعتقد مسألة فرض محاكمات داخل المجتمع الكردستان مسألة ليست سهلة خاصة في ظل تغلغ الإيراني واضح في مفاصل الدولة الكردية كما هو التغلغ الواضح في مفاصل الحكومة العراقية نعم دكتور ننتقل إلى موضوع آخر في صحيفة النهار اللبنانية طالعنا كارثة ومليون إصابة بالكوليرا قريبا اليمن ينازع تحت هذا العنوان تقول الصحيفة آخر أخبار اليمن مزعجة للغاية والوضع الإنساني كارثي حيث سيصل عدد المصابين بالكوليرا إلى المليون تقريبا برأيك دكتور وفق هذه المعطيات كيف سيتم تعامل منظمات الإغاثة الدولية مع هكذا أعداد كبيرة من الأطفال المصابين بالكوليرا في اليمن الحقيقة يجب أن ننتبه مصدر الخبر أولا فيما إذا كانت جهة مستقلة أو لا لكن على الأقل تقارير الأمم المتحدة تحدث عن 700 ألف مصاب بالكوليرا الطريقة التي يمكن تعامل مع هذا وضع وهو وضع كارثي جدا هو التعامل مع دول التحالف العربي على الأقل من أجل إدخال مساعدات للمنظمات الدولية وتوفير الحماية اللازمة لها خوفا من أن يتم الاستيلاء على هذه المساعدات من قبل الأطراف المتحاربة وتجييرها من أجل خلق حالة من الولاء لهذه المنظمة وبالتالي يصبح السؤال لأنه كيف ستعامل الأمم المتحدة تحديدا ووكالة غيوث اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية كل الجهات المنظمات ذات الإختصاص بهذا الموضوع ولكن من حكم خبرتي بأن الأمم المتحدة لا يمكن أن تعمل بشكل جيد في ظل ظروف مثل هذه الظروف ما لم تتوفر لها ضمانات من قبل الأطراف المتحاربة وأقصد الحوثيين ونظام علي عبدالله صالح بالإضافة لدول التحالف العرب من أجل إدخال المساعدات في حين إذا استمر هذا الوضع فهو في الحقيقة ينذر بكارثة كبيرة داخل المجتمع اليمني وربما تعد من الكوارث الكبرى بالإضافة للكوارث التي تمت على الأقل في عالمنا العربي منذ 2003 وطالع نعم أيضا ننتقل دكتور إلى صحيفة البيان الإماراتية حيث طالعنا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عملية معقدة الصحيفة هنا تطرح ازدياد التساؤلات والغموط حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمستقبل المجهول أيضا الذي ينتظر بريطانيا أيضا تنقل تشاؤم وزير الخزانة البريطاني فليب داموند حول مستقبل الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي دكتور هل تعتقد أنه سيأتي اليوم لنرى فيه الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا؟ الحقيقة حينما طرح فكرة الاستفتاء ديفيد كاميرون رئيس وزراء البريطانيا كان على قناعة بأن البريطانيين سيصوتوا لصالح الاتحاد الأوروبي ولو كان يدرك جيدا بأن هذا الاستفتاء قد يؤدي للنتيجة العكس لما طرحه في حال خروج بريطانيا على الأقل وهو ما بدأ حتى هذه اللحظة ممكنا ستحول إلى دولة ضعيفة ومعزولة تقريبا لأن بريطانيا قوتها أو نفوذها السياسي هو مرتبط باشتباكها بالمنظمات الدولية ومجالها أصبح أوروبيا والآن قد تعيد الولايات المتحدة طبيعة علاقتها مع بريطانيا لأن جزء منها العلاقة الخاصة هو التأثير البريطاني أو قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا مرتبط بوجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي نحن الآن نتحدث عن مسألة انفصال بريطانيا هذا يعني سيكون هناك تأثير لدول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وأقصد بالتحديد ألمانيا التي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزداد تأثيرها وهي ذات تأثير وثقة كبيرة لكنها ستصبح أكثر قوة ونفوذا من ذي قبل بالإضافة لفرنسا إذن أمام بريطانيا الآن الحقيقة معضلة كبيرة وقد طرحت آراء من قبيل يجب عادة الاستفتاء وفيما إذا طرحوا مرة أخرى على البرلمان على أمل أن يتم عادة الاستفتاء وغير ذلك لكن الاقتصاد البريطاني فعليا سيعاني كثيرا من جراء الانسحاب البريطاني أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي خاصة أنه هناك في مجال فيما تعلق بتوريد السلع أو تصدير السلع البريطانية للسوق الأوروبية والنفوذ السياسي لأنه في عالم يتجه نحو تكتلات دولية لا مجال لبقاء الدول لوحدها في الميدان الدولي نتحدث عن منظمة النافتة الأسيان ومنظمة شينغهاي وغيرها من المنظمات العالم يتجه للتكتل لأن التكتل الاقتصادي حتى يبقى الأكثر تأثيرا وهذا ما نلاحظه فيه سياسة الصين وفي سياسة حتى روسيا يتجه العالم بشكل كل للتكتل وسياسات النزعة الانفصالية التي قادها اليمين في بريطانيا تحديدا ستؤثر على بريطانيا وبالتالي المستقبل في حال تم الانسحاب فعليا والمؤشرات تتجه بهذا الأمر ما لم يحدث شيء مفاجئ وهو أن بريطانيا كما تحدث في البداية ستحول إلى دولة معزولة وضعيفة التأثير وستفقد أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة التي راهنت عليها طوال الحرب الباردة وكانت أداة قوية في التأثير في السياسات الأوروبية والسياسات الدولية والسياسات الداخلية البريطانية والحقيقة أكثر من ذلك هذه ما يمكن أن نطلق على دائرة العلاقة الخاصة تحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبالتالي لا بد من أن البريطانيا يفكروا بطريقة مختلفة ما هو الوضع الراهل لأن لا يوجد حقيقة مستقبل للبريطانيين في ظل الخروج من الاتحاد الأوروبي خاصة بأن العملة البريطانية أصبحت تعاني أكثر البطالة وغير ذلك وكما تحدث بأن الاقتصاد في دول معظم دول العالم أصبح يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة والعلاقات مع دول الأخرى لا تستطيع دولة أن تعيش منفصلة عن العالم الذي حولها ولا تستطيع أكثر أن تعيش بدون وجود لها تكتل في المحافل الدولية التي تستطيع من خلاله أن تؤثر في سياسات الدول الأخرى إذن دكتور على ماذا ستستند بريطانيا في المستقبل بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؟ على الأقل واضح أن هناك نزعات انفصال داخل بريطانيا فقد تنشطر أكثر وأكثر ليس بالضرورة ما وافق عليه البريطانيين فيما يتعلق بالانفصال بالضرورة يعكس المصالح البريطانية لكن ربما مرتبط موافق على الاستفتاء بقضية تتعلق بهوية الشعب البريطاني الخوف من الاندماج في الأوروبيين خاصة لأن البريطانيا اعتداد كبير بالتاريخ ما نسميه بعقلية الجزيرة همية الفوقية؟ بريطانيا لديها تاريخ عريق بالنسبة لها ومزيد من الاندماج في الأوروبي يعني تخلي عن الخصوصية البريطانية دكتور هناك تقرير في صحيفة الغد الأردنية نختم به وهو عنوان التقرير ترامب وفن الصفقة الإيرانية النووية التقرير هنا يقول بينما لم يصحب ترامب الولايات المتحدة من الصفقة فإنه يؤكد على الحق في القيام بذلك يحذر أيضا ترامب أنه سيقبل على اتخاذ هذه الخطوة إذا امتنع الكونغرس الأمريكي عن إجراء تعديلات على الاتفاقية مراقبون يرون أن المجتمع الدولي يريد التعامل مع وقائع أخرى من السلوك الإيراني بشكل منفصل ولا يريد إعادة فتح موضوع الصفقة النووية للمجتمع الدولي برأيك دكتور كيف سيتعامل المجتمع الدولي مع موضوع الاتفاق النووي الإيراني برأيك هل ستميل الكفة لصالح الولايات المتحدة أم ستميل لصالح إيران الحقيقة أن هناك معادلة مهمة جدا على الأقل في سياسة الأمريكية دائما السياسة الأمريكية تتأرجح ما بين العمل الأحادي الجانب أو العمل الجماعي في الحالة العراقية لما شفنا بالألفين وثلاثة كان عمل أحادي الجانب ولم تقبل بفكرة العمل الجماعي عبر مجلس سلام والأقل في الحالة الإيرانية واضح تأرجح العمل الجماعي بدليل أصفقة الاتفاق النووي الذي يمثل معظم الأطراف الدولية الفاعلة خمسة زائد واحد والتي أتت بهذا الاتفاق إذن الولايات المتحدة فضلت أن تعمل من خلال المنظمة الدولية على الأقل في إدارة أوباما وبحجة أن هذا العمل يؤدي إلى إطباق الضغط على إيران بشكل كبير ومنعها من تطوير سلاح نهوي هذه الرؤية أو هذه الطريقة التي عالجت فيها إدارة أوباما يبدو تواجه فعليا تحدي من قبل إدارة ترامب ترامب يبدو لي حتى هذه اللحظة لم يستطيع أن يحسم الخروج من آلية العمل الجماعي رغم كل ما يتحدث فيه عن التأثيرات هذه الصفقة وأضرارها على الأمن القومي الأمريكي وعلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة لسبب مهم جدا جدا أن الولايات المتحدة كما نفسه ترامب تحدث في برامجه الانتخابية لا تستطيع نهائيا أن تقوم بكل أعباء المجتمع الدولي وأن تقوم بإدارة أو أن تكون شرط العالم لأنه مكلف كثيرا للاقتصاد الأمريكي نعم إذن شكرا دكتور خالد بهذا نخدم شكرا دكتور عفو سيدي مشاهدين الكرام كان معنا دكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية حتى ألتقيكم مشاهدين في حلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور اشتركوا في القناة